جزاكم الله خيرا يقول عندنا مسجد قريب مننا ولكن العيب أن جيران المسجد لا يصلون معنا وهم منهم الأعمى والأجداد والإخوة الصلاة في المسجد واجبة قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب ولا صلاة له إلا من عمره ولما جاءه رجل أعمى يستاذنه في أن يصلي في بيته لأنه لا يتسنى له الحضور إلى المسجد إلا بمشقة شديدة قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب إذا كان هذا رجل أعمى يشق عليه الحضور ولما كان يسمع النداء لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يليق بمن هو معافى وصحيح وقريب من المسجد أن يترك الصلاة في المسجد وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما أن يحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المتحلف في بيته فتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتك ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصفق قال صلى الله عليه وسلم أفقلوا الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا يأم الناس ثم أمر رجالا معهم حزم من حطب ثم أخالف إلى أقوى إلى رجال إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فهذا وعيد شديد للمتخلفين عن الصلاة في بيوتهم والذين لا يحضرون إلى المساجد في أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار وما ذلك إلا لعظيم جريمتهم وللمنكر الشنيع الذي اتصفوا به وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق أفقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر وقال عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق قد قال الله تعالى في المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل وقال تعالى فيهم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالة ولا ينفكون إلا وهم كارهون إذا كان هذا وصف المنافقين هو الكسل عن الحضور للصلاة كيف بحال المتخلفين؟